ما إن أعلنت إيران عن قرب إفراج بريطانيا عن ناقلة النفط المحتجزة في جبل طارق حتى سرعت حكومة الإقليم إلى نفي ذلك تطورات أعادت حرب النقلات إلى الواجهة وتساؤلات عن الثمن السياسي المطروح لصفقة تبادل تفرج بموجبها طهران عن ناقلة بريطانية تحتجزها مقابل النقلة الإيرانية المحتجزة في جبل طارق فهل يقتصر الحل المرتقب على ثبادل النقلات أم يتسع ليشمل ثمنا أكبر قد تدفعه إيران؟ متابعة لهذا الموضوع ينضم إلينا من لندن أستاذ العلاقات الدولية في جامعة لندن الدكتور سعد ناجي جود دكتور سعد أهلا وسهلا بك على سكاي نيوز عربية في غرفة الأخبار هناك تضارب حقيقة في الأنباء بشأن الإفراج عن الناقلة جريس واحد يعني إيران تقول بأنها تتوقع الإفراج على هذه الناقلة قريبا لكن حكومة جبل طارق تنفي ذلك إلى أين تتجه هذه الأزمة برأيك؟ يعني الأخبار الإيرانية تقول أنه ربما غدا يفرج عن هذه السفينة لكن النفي من جبل طارق صدر مبكرا وسريعا وقال أن هذا لن يحدث ولكن كل التوقعات تشير أن هناك حل لهذه المشكلة مبني على أساس الإفراج عن الناقلة الإيرانية مقابل الإفراج عن الناقلة البريطانية طبعا والسبب في ذلك هو لحد الآن لم تستطع الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية أن تجد حلا لأزمة هذا التصعيد لا هي قادرة على إجبار إيران على الرذوق ولا هي قادرة على فرض رأيها على الأطراف الموجودة في المنطقة طبعا أو على أوروبا على الأقل للمساهمة في هذه العملية عملية الاشتراك في تحالف دولي ضد القرصة الإيرانية كما يسمونها الإيرانيون يتحدثون عن تبادل وثائق ومستندات رسمية وغير رسمية مع الجانب البريطاني يعني هل تمت أي معلومات عن طبيعة هذه الوثائق برأيك نعم الوثائق هي تتعلق بمسار السفينة حمولة السفينة أين كانت تتجه هذه السفينة هذه هي الوثائق التي يتم التحدث عنها الآن يعني هي ليست في اعتقادية وثائق تتعلق بأمور أخرى الوثائق التي تم التحدث عنها أنه هناك وثائق تقدمها إيران كما طلب من عدها سابقا أن تقدم وثائق عن أن وجهة هذه الباخرة لم تكن سوريا وأنها كانت متجهة إلى جهة أخرى وطبعا هذا بكل سهولة تستطيع أن تقدمها إيران ومن نفس الوقت إيران مطالبة بتقديم وثائق لبريطانيا عن أن هذه الباخرة أو حاملة النفط البريطانية كانت قد اخترقت بين قوسيا القواعد أو القوانين الإيرانية ولكن أعتقد بمجرد أن تفرج جبل طارق عن هذه السفينة الإيرانية سيتم الإفراج عن السفينة الأخرى إذن نتحدث هنا عن صفقة دكتور سعد ما طبيعة هذه السفقة وهل تقتصر فقط على تبادل الناقلات أم تتعدى ذلك برأيك؟ يعني شوفوا التصعيد بدأ مبكرا ما بين الطرفين بعد إلغاء الولايات المتحدة الأمريكية أو الانسحاب من الاتفاق النووي وأوروبا بقت في الاتفاق النووي ثم جاءت التصعيدات الأمريكية بفرض 12 سرطا على إيران شروط قاسية رفضتها إيران بالمجبل ثم بدأت هي تتحدى ما شجع إيران على التمادي والذهاب إلى أبعد من ذلك أنه كل ما تفعله لا تجد له ردا من الولايات المتحدة الأمريكية الهجوم على البواخر في منطقة الخليج وطبعا احتجاز الباخر البريطانية وإسقاط الطائرة الأمريكية والتحديات الأخرى الكثيرة في المنطقة واستمرار الدعم إلى الأطراف المؤيدة لإيران وصعدت اليوم أكثر أو البارحة عندما تحدثت أنه ليس فقط إذا ما تمت مهاجمة إيران ولكن إذا ما تم مهاجمة حلفاء إيران سيكون هناك رد إيراني شديد والولايات المتحدة الأمريكية حقيقة عاجزة لحد الآن في الرد لا هي قادرة على تكوين تحالف دولي ولا هي قادرة على تقريم أظافر إيران في المنطقة حتى في العراق لم تستطع أو لم تنجح حتى في تحييد دور الحجد الشعبي الذي هي ميليشيات غير منظمة غير منتظمة مثل الميليشيات الأخرى في مناطق أخرى ولكنها لم تستطع أن تفعل شيئا والآن جاء الرد للحكومة العراقي طبعا بدفع إيراني يرفض أن تكون إسرائيل جزء من هذا التحالف ابقى معنا دكتور سعد سينضم إلينا الآن مراسلنا من لندن جياب أبو صفية جياب أهلا بك هل تكشفت أي معلومات حول الناقلة غريس واحد نعم سامي من المتوقع أن يكون يوم السبت هو اليوم الأخير للمهلة القضائية للاحتجاز حسب السلطات القضائية في جبل طارق ومن بعدها ربما سنشهد تمديدا آخرا من قبل السلطات في جبل طارق لاحتجاز ناقلة النفط الإيرانية خصوصا أن هناك ما زالت تحقيقات جارية حول وجهة هذه الناقلة التي تحدثت السلطات جبل طارق صراحة أنها محتجزة بشكل قانوني أيضا اتصلنا وتواصلنا مع وزارة الخارجية البريطانية التي رفضت التعليق على هذه الناقلة وقالت أن هذا شأن خالص للسلطات المحلية في جبل طارق ولا يمكن التعليق من قبل الحكومة البريطانية على الناقلة خصوصا أنها ما زالت تحت مجريات التحقيق يعني يأتي ذلك في ظل تحرك أمريكي هنا في لندن حول الملف الإيراني الذي كان حاضرا في اجتماعات مستشار الأمن القوم الأمريكي جون بولتون الذي يزور بريطانيا ويختتم الزيارة هذا اليوم والتقى برئيس الوزراء بوريس جونسون بالأمس واليوم التقى بوزير الدفاع بعد يوم من قرار لندن توجيه واحدة من السفن الحربية كينت لتنضم إلى السفينة الحربية دانكين في منطقة الخليج لدعم الجهود حماية الملاحة الدولية في منطقة الخليج ضمن الجهود المشتركة الأمريكية البريطانية والتي رحبت وأشاد فيها بولتون عقب في بداية زيارته إلى العاصمة البريطانية لندن بشكل رسمي هنا ربما الموقف البريطاني حتى هذه اللحظة غير ظاهر للإعلام ربما سينتظر وتريث قليلا لحين توقيع ربما اتفاق أمريكي بريطاني خصوصا أن هناك أنباء تحدثت قبل قليل عن التوصل ربما لصفقة تجارية بين لندن وواشنطن بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وهو الشغل الشاغل والملف الرئيسي حاليا للحكومة البريطانية وأيضا ملف الناقلة الإنجليزية المحتجزة في إيران والناقلة الإيرانية التي تحتجزها سلطات جبل طارد شكرا جزيلا لك مراسلنا جياب أبو صفية من لندن أعود ليستدل العلاقات الدورية في جامعة لندن دكتور سعد ناجي جواد دكتور سعد في حال ما تم الإفراج على هذه الناقلة ناقلة غريس واحد كيف سينعكس على الوضع في مضيق هرمز تحديدا يعني الإفراج عن هذه الناقلة سيخفف من التوتر بشكل أكيد بالمنطقة ولكن تبقى المشكلة الأكبر هو ماذا تريد الولايات المتحدة الأمريكية من إيران بعد هذه العملية يعني إيران إذا ما أفرج عن الناقلة الأميرانية ستفرج عن الناقلة الأمريكية اليوم ناقلة البريطانية اليوم خبرين نشرها الخبر الأول أن الولايات المتحدة الأمريكية في موقف في مأزق لأن أسطولها الكبير المكون من عشر حاملات للطائرات لا توجد منها في الخدمة سوى خمسة والباقي في الصيانة وهذه غير قادرة على التعامل مع المشاكل المتنوعة في المنطقة في العالم هناك كوريا هناك حماية اليابان هناك مناطق أخرى فهي مسخرة ناقلتين فقط إلى منطقة الخليج وهذه غير كافية في ظل التهديد الموجود بريطانيا اليوم خبر أنه البارحة عفوا إحدى البوارج الحربية البريطانية تحاشت وهربت من طوربيدات إيرانية كانت تقترب من عدها وخرجت من منطقة الخطر هذا التحدي والتصعيد الإيراني حقيقة إذا لم يجد شيء يقابله سيستمر وبالتالي ستكون الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية بالذات في مأزق وأنا أعتقد أنها ستكون في مأزق لأنها لن تستطيع أن تتعامل مع هذه المشكلة لا طالما نتحدث دكتور على بريطانيا هل نتوقع أن تغير رأيها فيما يخص التحالف العسكري الذي يتم التحشيد له في مضيق هرموز هل نتوقع ذلك؟ أبدا أبدا بوصول بوريش جونسون لن يكون هناك أي تخفيف هو انقيات كامل للإرادة الأمريكية وزيارة بولتن أكدت هذا الشيء وهو مندفع في التعاون مع الولايات المحتاجة وهذا حقيقة خلق لمشاكل داخل بريطانيا والآن الحديث عن عدم زج بريطانيا في هذه المشكلة الأمريكية الإيرانية واسع ومستمر خاصة وأن بريطانيا صرحت أكثر من مرة إنها لا تزال متمسكة بالاتفاق النووي ما بين الدول الخمسة والأمم المتحدة وإيران بريطانيا سبق وقالت بأن ناقلة النفط انتهكت القوانين الأوروبية لأنها تنقل النفط إلى سوريا يعني كيف ستبرر بريطانيا ذلك في حال فعلا تم الإفراج على هذه الناقلة؟ على تواجه إشكالات قانونية؟ لا بمجرد أن تقول استلبنا من الوثائق ما يدلل على أنها لم تكن متجهة إلى سوريا شوف هذه المشكلة لم تكن متجهة إلى سوريا تحل المشكلة هذه المشكلة هي خلقتها الولايات المتحدة الأمريكية لبريطانيا هي من طلب من بريطانيا احتجاز هذه السفينة بريطانيا لم تكن في وادي أن تحتجز هذه السفينة أو حتى تتبعها لكن الولايات المتحدة طلبت ذلك وهذا ما كتبته الصحف البريطانية قالت أن هذا الإجراء البريطاني هو بدفع وبطلب أمريكي وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تورط ولهذا الباقين ولهذا لا فرنسا ولا ألمانيا ولا إيطاليا وافقوا على الدخول في هذا التحالف الدولي لحماية السفن في مضيق هرمز شكرا جزيلا لك أستاذ العلاقات الدولية في جامعة لندن الدكتور سعد ناجي جواد كنت معنا من لندن